هشل ما احنا بنقول قول مش عاجبك رئيس الجمهورية قول رئيس الجمهورية مش مشكلة انما اللي تأدب وسفالة وتدني لأ مينفعش التدني برضو عند هم هم والاخوان اللي بيسموا نفسهم نشاطاء وقفين في خدق واحد نفس الخدق النهاردة تم تجديد حبس زوج ابنة القرداء وعشر اخرين في قضية تمويل الارهاب انا افكركم بمزرعة الصلحية ومزرعة البحيرة شوفوا اللي وجد فيها كم السلاح اهو عشان بيطلع طالع الاخ مزيعي الاخوان يقول لكم هم عملوا ايه دخدوا واحدة من جزهة واتهموا جزهة عملوا ايه ومال ده ايه يا فجرة ده ايه يا كفرة ده انتم معاكم سلاح يا نهاري سود طبعا هتلاقوا الاسلحة دي كلها متهربة ازاي من سينة وجاية من انفاق وجزء كبير منها جاي من حماس وجاي من اسرائيل وجاي من تركيا اهو دي مزرعة ابنة القردوي اللي وجدوها عبارة عن مخازن تحت الارض مليئة بالسلاح وده نوع التركي اللي هو الخرطوش ده طبعا قطر وتركيا بتمول وبتدخل الاسلحة دي اللي بتوعها داعش اما النهاردة لاول مرة احد قيادي داعش اسمه ابو منصور مغربي بيقول ان التنظيم ده واحد منهم بقى بيقولك ان احنا بناخد مليون دولار كل شهر من خالد سليمان اه اللي هو عرف نفسه على انه رجل اعمال قطري وهو احد اه القيادات في الجيش فيما يسمى الجيش القطري او في المقابرات القطرية مليون دولار شهريا ده اللي قال ده ابو منصور المغربي مسؤول العلاقات في تنظيم داعش غير كده بقى قالك ان احنا لما بي لما حد بيقع بيتعور بيجرح بكذا بيتعالجوا فين بيتعالجوا في قطر وتركيا بيتعالجوا في جانبان